السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي ومرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون نقرد الحلقة رقم 15 وبنقول اللي عام عملة بتجري واللحظات بتجري والإنسان بيندم على كل لحظة جميلة عاشها في حياته من غير ما يغتنمها في أي شيء يقربه من ربنا أو أي شيء يستطيع أنه يقدم بخدمة لدينه أو وطنه أو لنفسه فربنا يكرمنا وكرمكم ويجعلنا من من طال عمره وحسن عمله فقد قال صلى الله عليه وسلم خيروا الناس من طال عمره وحسن عمله وشروا الناس من طال عمره وساء عمله ربنا يختم لنا ولكم بخاتمة أهل السعاد كلمنا عن موضوع علو الهمة وعن مسألة السابقين الصدق أن أنت في سباق حقيقي ناس كتيرة مش داريانة بالسباق دوت لكن العقلاء الأهل الفطنة والذكاء الناس اللي فعلا شايفين الأخرة صح وشايفين الدنيا صح وزي ما قلت لك قبل كده عشان الدنيا تتضبط معاك والأخرة تتضبط معاك حط كل حاجة في حجمها الطبيعي حجم الدنيا إيه وحجم الأخرة إيه جاء ذلك في حديث واضح لحبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبنا جميعا بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند مسلم ما الدنيا كل الدنيا ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع وقال صلى الله عليه وسلم كما عند التلمذي بسند صحيح لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناحة بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر وتحضرنا كسة جميلة هنا الحافظ بن حجر رحمه الله رحمة الله سعى اللي الناس كتيرا نتعرفش عن الحافظ بن حجر إنه كان قاضي القضاء في مصر وهو صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري وهو إمام عالم من أئمة الحديث الذين يعدوا على أصابع يد ففي يوم الأيام هو خارج لمنصة القضاء قبل واحد يهودي فقال له يا أيها الإمام أريد أن أسأل عن شيء قال ما هو قال سمعت أن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر وأنت في تلك الأبهة والجمال والثراء والمنصب والجاه وأنت مع ما ترى ما أنا فيه من البؤس والشدة والشقاء والضنك والفقر ووضع صعب جدا فكيف تفسل قول نبيكم فقال الحافظ بن حجر واسمع الكلام الغالدة بس بعدما تصلى على حبيبك تصلى الله على السلام قال الحافظ بن حجر يا هذا أنا مع ما أنا فيه من الأبهة والجمال والثراء والصيت والغنى والشهرة أعتبر في سجن لو ميت على التوحيد أعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم وأنت مع ما أنت فيه من الشدة والشقاء والضنك والفقر والضيق تعتبر في جنة لو ميت على كفرك بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم فقال اليهودي أَوَ كَانَ نَبِيُّكُمْ يَقْصُدُ ذَلِكَ قَالَ أَجَلْ قَالَ فَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر لذلك نوع سام يواصل قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقلنعه الله بما آتاه ويقول صلى الله عليه وسلم شو بقى يعني من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدني عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود كما عنده ترميذية بسنة صحية يدخل عليه ويجد النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة يجده نائما على حصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف ابن مسعود مش مستوعب الموضوع هو الصحابة يعني سيد ولد آدم خير من وطأ الثرى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم ينام على حصير ويؤثر الحصير في جنبه فقال يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا فأقول صلى الله عليه وسلم ما لي وللد دنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها تقول أمنا عائشة كما في الصعيحين كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رسق آل محمد قوتا يعني ما يكفر الطاضي وخلاص مش عايزه غير كذا سبحانه الملك ومات النبي كما في الصعيحين مات النبي ودرعوه مرهونة عند رجل يهودي على ثلاثين صاعا من شعير وكانت أمنا عائشة كما في الصعيحين تقول لابن أختها عروبن الزبير والله يا ابن أختي إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقضوا في أبيات رسول الله نار فقال فما كان يعيشكم يا خالق كنت أعيشين على إيه قالت على الأسودان على الأسودين ما كان يعيشكم يا خالق قالت الأسودان الطمر والماء يا الله ودامين سيد ولد آدم الذي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا فقال بالأجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم فالدنيا مش مستاني لحد ينشغل بها عشان ينسي أخرته لا انشغل بالهدف اللي احنا حددناه انت طالب جنة ومش أي جنة لا انه بعسان دلك كما عند البخاري فإذا سألتم الله الجنة لو كنت بقى طالب جنة خب بقى الحتة لنبن أهلك فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وصقفه عرش الرحمن جل جلاله يبقى طالب جنة وعندك هم عالية وزي ما قلت لك من أراد المنزلة العليا في الجنة فلابد أن يكون في المنزلة العليا في طالب العلم في العبادة في الدعوة إلى الله ثلاث حاجات كرس جهودك عليها زبط نفسك استعد هتنطلق الصفارة أنت من الآن من اللحظة دي أنت تائب إلى الله سبحانه وتعالى أنت تبذل كل ما تستطيع لكي ترضي الله عز وجل وكي تفوز برضوان الله سبحانه وتعالى تكلمنا في المرات السابقة والنهاردة الحلقة رقم 15 تكلمنا عن علو الهمة وعن السابقين وتكلمنا عن علو همة الشباب وقلنا أنت محاصر من جميع الجهات هتتكلم عن الشباب خذوا علو همة الشباب يعني تكلم عن الصبع الصغر خذوا علو همة الصبيان علو همة النساء علو همة الشيوخ الناس الكبار كل دول كان عندهم همة عالية جدا لكن اتحرك انت واتحرك انت علشان الله ببنا يكرمنا ويجمعنا وإياكم مع النبي على الحوض ثم في جنة الفردوس التي فيها ما لعينه نرأت ولا اذن سمعة ولا خطر على القلب بشر نبدأ الموضوع بس اتصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم انا هبدأ لك بعض النمازج البسيطة جدا من العلو الهمة ومش هبدأ لك من عصر الصحابة انا هبدأ لك من قصص بني اسرائيل ايه رأيك تخيل سبحان الله كلكم تسمعونا طبعا عن قصة اصحاب الاخدود وعن الغلام غلام الراهب هذا الغلام سبحانه الملك والحديث والغواء البخاري ومسلم واللفز المسلم الغلام ده قصته عجيبة جدا انا احكا لكم كده طبعا باختصار لان الموضوع محتاج درس كامل يعني الغلام اصحاب الاخدود غلام له قصة عجيبة وعنده همة غير عادية الغلام ده يعني كان عنده كم سنة مثلا من ثلاث سنين لتسع سنين نقول تسع سنين تخيل غلام تسع سنين كان سبب اسلام بلد باكمله باللعرك يخطر على بلك يخطر على بلك غلام تسع سنين يكون سبب ان البلد دي كلها تسلم لله وتواحد الله عز وجل طب مالا احنا نعمل ايه لان لما غلام تسع سنين يخلي ام كاملة تسلم لله عز وجل احنا ايه اللي قدمناه يوم ما نموت ونرقى الله عز وجل ويسألنا عملته ايه قدمته ايه الخدم الدين نقول ايه والله جدا حاجة تكسف يعني الواحد ساعات يقعد يفكر كده العمر اللي عاش ودوت والايام اللي قضاها واحنا لم نقدم اي شيء اي شيء لخدم الدين اللي عز وجل ده فيه ناس مش كمان ما قدمتش للدين ده فيه ناس لحد ناردة ما بتصليش تخيل يعني مش مصدق ان يفيه مسلم ما بتصليش مش مصدق ان يفيه مسلمة مش محجبة ولذلك تاخد بالك من حاجة يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها الدعوية عمره ما قاعد مرة يكلم المسلمين عن حكم تارك الصلاة يعني اه اقل حديث اه بين الرجل وبين الكوفر تارك الصلاة هو بيوضح لهم مسألة كده انه ما مداش درس مخصوص عن تارك الصلاة لان النبع السلام ما كانش يعني ما يخطرشه على باله واصلا انه في حد يسيب الصلاة عمرك في حياتك واكرا بقى سيرة النبع السلام واكرا قصص اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عمرك في حياتك وقفت على قصة صحابي واحد ما بيصليش انا اتحدى اتحدى لو لقيت واحد صحابي ما بيصليش عمرك سمعت انك في واحدة في عهد انها مع السلام متبارجة يعني انها مع السلام جيل واحدة وقال لها انت متبارجة ليه ده ما حصلتش حتى حديث اللي هو المشهول بين الناس العوام يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيط لما انظر منها اللي هذا وهذا اشار الواجهة الكافين حديث اصلا غير صحيح بالمر وفيه اربع عيلة لو يسأل بقى اهل الحديث في الموضوع لو يعني الوقت كان يسمح كنا شرحناها فيه على الاقل اربع عيلة في هذا الحديث فلا يصح الحديث بحال من الاحوال وان كان حسنه بعض اهل العلم لكن الحديث حقيقة لا يصح ومن ضمن العيلة خالد ابن دريك اللي دروه هذا الحديث عن عائشة خالد ابن دريك لم يدرك اصلا عائشة رضي الله عنه ورضاه فسبحان الله فاذا لم يخطر على قلب النوى والسلام ان في يوم الان تكون فيه واحدة صحابية متبرجة او واحد من الصحابة ما بيصليش فالف فيه اسلام يا جماعة احنا بنتكلم في ابجديات اسلام النهار ده احنا بنتكلم الناس عن الصلاة وعن الحجاب وعن صلاة الرحم وعن بري الولدين دي ابجديات يا جماعة ده آلف فيه اسلام ده احنا المفروض لسه نتكلم في حاجات تانية ده ربينا قال كنتم خير امات الاخرشة للناس احنا لحد الان لسه يعني عايزين بس نكتاهد على دعوتين المسلمين عشان يبقوا مسلمين ولسه بقى بعد كده عايزين ندعو الامم التانية عشان تسلم لله عز وجل ان ارضه ستة مليار من ضمنهم مليار وثلتمائة مليون مسلم والبقى كله يكفرون بالله يعني اربعة اخماس الارض يكفرون بالملك بالله عليك انت كراجل مسلم بقى راجل مسلم محب لله فالكبير جدا بين فعل من يؤدي ما عليه وبين فعل من يفعل هذا الامر حبا لله سبحانه وتعالى بص حتى الاحوال السلف اللي كانوا بيصلوا لما تسأل الواحد كنتوا بتصلوا ازاي سألوا الحسن كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط اللي هو ادق من الشعر واحد من السيف والجنة عن اليمين والنار عن الشمال والكعبة من امامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض ارواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يدي الله فاذا قضيت الصلاة لا ندري اقبلت ام ردت عليهم ده حالهم في الصلاة اللي يعمل كده لا يفعلها الا محب الا محب انسان وقب بيصلي هو محب لله مسلم ابن يصار رحمه الله رحمة الله سعى كان بيصلي في مسجد البصرة وانهدي تلت المسجد فهرع الناس وهربوا ولما عادوا بعد ذلك يشوفوا مين اللي مات تحت الانقاض لقوا مسلم ابن يصار لسه جوا المسجد بيصلي وقفوا جنب الحد اما خلص صلاة وبعد اما سلم قالوا اما ضريت قالوا اما فزعت قالوا والله ما ضريت هو في حاجة حصل لا 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 فيش حاجة حصل ده بس بتأتي المسجد بس وقع فيش حاجة فبزاي ليه مشغول بالله قلبه مشغول بالله انسان ما بيفكرش في اي شيء في الدنيا الا في الوقفة اللي وفى بين يدين ربنا سبحانه تعالى وامثلة كثيرة جدا جدا هنذكرها ان شاء الله في مسألة علو والهمة في الاستقامة لله سبحانه تعالى والبعد عن المعاصي بفضل الصحة تعالى شاهدت في الموضوع ان احنا بكنا بالامة نهاردة في ابجديات الاسلام لا احنا محتاجين بقى ان احنا نرتاق شوي عايزين نعلى شوي عبدا ما نفضل طول عمرنا في كيش يوان عايزين نخش ابتدائية حتى وبعد كده نخش يا عداد وبعدين سنة وبعدين بقى الفكاريوس وعايزين نحضر دكتوراه عايزين نفهم يعنيه اسلام يعنيه انسان مسلم انت عارف في الحرب لما يجي ان العدو يجي يمسك واحد او انت تمسك واحد من العداء فاول ما ترفعه تقول له ايه ارمي السلاح ارمي السلاح ارفع ايديك ارفع ايديك سلم يروح نسلم فهمت زيه وممكن يرفع لك رأي بيضة واخد بالك فسبحان الله تقول له يمين يمين شمال شمال اعط اعط امشي يمشي ليه مسلم انسى المثل ده ولله المثل اعلى فربنا امرك ان انت تسلم يعني تسلم يعني ليس لك من الامر شيء لا خيار لك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارات من امرهم انت لا تقدم بين يدي الله ولا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رجل ده احنا نهينا عن مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنك بمن يرفع رأيه على رأي النبي يعني انا نذكر لك في الموضوع ده حديثين بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث الاولاني رواه البخاري عن ابن ابن ابي مليكة قال كاد الخيران ان يهلك كاد الخيران ان يهلك ابو بكر معمر ينهر ابيض كاد الخيران ان يهلك ابو بكر وعمر اي نعم ايه اللي حصل قال جاء وفد بني تميم فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر يا رسول الله امر عليهم من اقرع ابن حابس قال عمر يا رسول الله بل امر عليهم من قاقع ابن معبد فقال ابو بكر ما اردت الا خلاف يا عمر فقال عمر والله ما اردت خلافك حاجة حصلت قالوا كلام وحش حصل اي مشكلة يعني في حاجة غلط حصلت ابدا كل ما في الامر صوتهم كان ارفعوا اعلى من صوت النبي بس صوتهم ارتفع بس شوي فنزل قول الله عز جل يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعروا ينهر ابيض اللي اتنين خافوا لدرجة عمر بن الخطاب اللي كانت امنا عيشة بتقول عنه كان عمر اذا تكلم اسمع واذا ضرب اوجع واذا ماشي اسرع كل حاجة عنده واضح ورغم ذلك كان بعد كده سيدنا عمر لما يكلم النبي كان يكلمه كاخ السرار يعني يكلمه بصوت محدش سبع اصلا حد لما النبع السلام بيستفهمه يقوله بيقوله يا عمر فيقوله بقول كذا يا رسول الله ما يعاليش صوته خلاص بعد كده وورد في سبب هذه الاية ايضا عن ثابت ابن قيصر الحديث اللي هو مسلم ثابت ابن قيصر دمين ده الخطيب بتاع النبع السلام كانت يجي الوفود الوفود اول ما تيجي وتخش palm nabj al-el7 يرحهم قومين واحد منهم يقوم اي لخطبة عصماء بقى كده ده من نبع السلام في يقوم النبع السلام عشان يرضى على الخطبة دي يقوم اي اللي ثابت قم يا ثابت فاختب فيهم يقوم ثابت ابن قيص gay وكان صوته قوي جدا جدا وقبالك هو مكنع ومشأة الله شخصية يعني فكان يقوم يخطب فكان ما شاء الله يؤثر جدا في الوفود ثابت ابن قيص صوته عالي صوته أصلا طبيعته كده فلما نزلت الآية دي بقى هباله بقى لما نزلت الآية دي رح حبس نفسه في البيت مراحش مسجد النبي على السلام فنبي بيسأل عليه فبيقول من منكم يعرف بيت سابت ابن قيس فقال سعد ابن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن الموت قال أنا جاره يا رسول الله قال هل به من بأس هو مريض قال له أبدا يا رسول الله ده سليم قال فسألهم الذي حجبك عن مسجدنا وسلم عليه يعني فرح سلم عليه قاله رسول الله سلم بيسلم عليك ويقول لك ما الذي حجبك قال شره يا سعد قال ما هو قال تعلموا أن تلك الآية قد نزلت ليه لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي إلى آخر قولي جل وعلى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تحبط قال وإني من أرفعكم صوتا فوق صوت النبي وما أراني وما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار سعد ابن معاذ ما كان عليه إلا أنه خد الكلام ده من ثابت ابن قيس بس راح بلغه بالحرف للنبع السلام فالنبع السلام تبسم وقال ارجع فكله لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة شوف يا أخي تواصل الأرض مع السماء في وجود نبع السلام عشان كده مؤيما كان بتبكي لانقطاع الوحي الفارج كان بييجي مع الوحي ده وواحد خافي أن يكون من أهل النار يجي الوحي يقول للنبع السلام ده من أهل الجنة بالله عليك تدركه إمتى الكلام ده فطبعا إيه يعني راح سعد ابن معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة ورح جيبوا في إيده ووصلوا للنبع السلام في رواية تانية عند أحمد أن النبع السلام مسح على صدر ثابت بن قيس وقال يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وأنت موت شهيدا وأن تدخل الجنة قلت بالله يا رسول الله قال فلك ذلك خلاص بقى تجهلش نفسه هتعيش حميد وهتموت شهيد وتدخل الجنة أو الفعل عاش حميدا وقتل شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطقه عن الهوى صلى الله عليه وسلم يبقى مجرد لفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان محبط للعمل فما ظنك بمن يرفع رأيها تقول له ده النبع السلام يقول لك ده الكلان ده كان زمان عام من حدولتي في عصر الزرة والإنترنت إنت عايزت عايش نتانية ترجعنا لعصر الجمال فالمفروض أن أي مسلم لما بيسمع بركة السامع والطاع دي جماعة لها أثر عظيم جدا وحمل الكلام النهار ده عن علوه والهمة فبنقول عايز اهمتك تعلو في السامع والطاع وهديك مسأل بسيط بس بعد أن تصدق على حبيبك صلى الله عليه وسلم فاكر حضرتك لما النبع السلام حبي أن يجوز زيد بن حارثة لزينا بنتجحش من كنت ترك في حالة قبل كده وزينا بنتجحش رفضت في الأول آه رفضت في الأول لكن بعد كده هم موقفين عند الحق أول ما قالت له يا رسول الله أترضاه لي زوجا قال بلى قالت إذن فقد رضيته نفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوز زيد وبعد سنة طلقت فجاءت الكرامة وجاءت المنحة الربانية من عند الله عز جل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فجاء الأمر بزواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم جاء هذا الأمر من عند الله سبحانه وتعالى كانت حتى تفتخر بقى على أزواج النبي على السلام فكانت تقول زوجكنا أهالي كنا يعني أنت اللي جوزكم النبي على السلام أهاليكم الأولياء والأمور بتاعتكم يعني أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات ولها أن تفخر طبعا بهذا الأمر تعالوا خش في الموضوع وهو أمثلة بقى جميلة جدا من علوه وهمة الصبيان سبحان الله في الحديث الذي رأى البخاري والمسلم واللفز المسلم في قصة غلام أصحاب الإخدوم اللي حصل باختصار شديد جدا عشان الموضوع ما يتطلش معنا أنه كان فيه رجل ملك من الملوك وكان هذا الرجل بيعبد الشعب ده لنفسه يعني بيقولهم أنا ربكم فالكل خلاص يعني اخترناك وهنمشي وراك فاختروه وقالوا خلاص هو ده الإله بتاعنا اللي احنا بيعبوده قدروا بنا سبحانه وتعالى أن هذا الملك عشان يقدر أنه يضحك على الشعب ويفضل على طول مستعبده فكان عنده ساحر بيصحر للناس عشان يقنعهم بقراء الملك يعني كلام ده كل فالساحر ده كبر في السن خلاص وسبحان الملك يعني المفروض الساحر الكبر في السن ده يتوقع منه أنه يتوب إلى الله عز وجل ويلحق نفسه بقى يعني يعرف ربنا ويقترب من الله صحانه وتعالى عشان ما ياخدش جهنم لأن من سحر فقد كفر عيزا بالله السحر أحيانا بيلجأ فيه الأعمال كفرية عيزا بالله ولكن رغم بذلك السحر كان حريص جدا مش إنه يلقى الله عز وجل بأوزاره بس لا ده عايز كمان إنه هو السحر ده كله يستمر كمان من بعضه فطلب من الملك إنه يجيب له غلام صغير ده مش معنى غلام قال لك أصل نقش التعليم في الصغر كان نقش عن حجره في نفس الوقت كمان إيه قال له غلام ده لو تعلم السحر وعنده مثلا تسع سنين هيفضل قاعد مثلا كمان خمسين ستين سنة مع الملك يخدمه ويسحر له ويعمل له يبقى كده أضاء بدلا ما كل شي يجيب واحد تاني فقال إبغني غلام عايز غلام يعلمه السحر المهم الملك عمل زي يعني تقريبا مسابقات حياة زي كده اكتشف الغلام ده زيك جدا 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 فقال بس هو ده اللي ينفعه ورح جايبه معرفه على السحر قال له طب معنا لازمه هتعلم على قدين جي عشان يتعلم على قدين السحر السحر يبدأ يقول له طرنيم السحرية والكلام طبعا السحر يعني كلمات بقى يازم بلا شعوزة ودجل وكلام لا يدخل قلب بشر ثم الفطرة طيبة يعني وكل مولود يورد على الفطرة طول ما هو صغير على الفطرة فأنت بلا ما يكبر فأبواه إما أن يهوداني أو ينصراني أو يمجساني لكن هو على الفطرة وده لسه بقى يعني غلام صغير وخبالك لسه على فطرته فمش قابل الكلام ده خالص ومش مستوعب كلام السحر لقد ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد الله بعبد خيرا هيئ له أمرا أمر خير فهو معدي رايح من بيته رايح للساحر فرحمة عد على واحد راهب والرهبان في هذا الوقت كان منهم من يعني المثلثة ومنهم كذا ومنهم كذا لكن الراهب ده كان الراهب الوحيد الذي كان على التوحيد وده من عجيب الأمور يعني كان الراهب موحد لله سبحانه وتعالى فكان فاتح بابه الغلام بطبيعته صغير وبيعنده حبه استطلع ومعدي لقى واحد راجل تسامته طيب كده شكله جميل وبيقول كلام حلو فعجبه الكلام فرح داخل استأذن ودخل عليه قعد معاه بدأ الراهب يكلمه كلمات بقى توحيد الجميلة لا إله إلا الله لا معبودة بحق إلا الله وهكذا وبدأ يقوله كلمات التوحيد الجميلة التي تدخل قلب أي بشر فابتدى الغلام يستجيب وبقى مفسوط جدا يروح للساحر يسمع تراصم شركية يروح للراهب يسمع كلمات كلها توحيد فقلبه كان ميال جدا ليه للراهب لكن في نفس الوقت بقى يعني في مشكلة ليه كلام يروح للساحر يضرب ليه لأنه بيتأخر عند الراهب وبعدين لما يرجع البيت تاني برضو بيعضع الراهب وراجع بيحبه فكان بيتضرب في البيت فكان بيتضرب هنا ويتضرب هنا شغال استيريو فقالك لا لازم نشوف حل المشكلة دي فسأل الراهب قال له عمل ليه كلما يروح للساحر يضربني أرجع الاهل يضربوني قال له إن ذهبت إلى الساحر فسألك أين كنت كل حبساني أهلي هم الأخروني وإذا عدت إلى أهلك كلهم حبساني الساحر إيه ده هو ممكن الساحر ممكن الراهب يقول له أنه هو يجذب ومش كذب حرام ويحد يقول لك لا معلش بس في كذب ببيض لا مفيش لك كذب ببيض ولا سود هو في مباحات للكذب إيه مباحات للكذب تلك مباحات ورد ذلك في الحديث اللذب هو المسلم إن نبع السلام أباح لنا الكذب فيه ثلاث أنواع اللهم ما إيه أول حاجة الكذب على الزوجة في إيه في الأمور العاطفية فقط بتحبيني يا أبو فلام بموت فيك يحد يقدر ما يحبكيش أخي ببالك يعني أنت عارف طبعا أحيانا الواحد إيه يعني بتضطر وبيبغز من عملك يعني لازم تحب يعني وده بيفكر بكسة كده حكاها أحد مشيخنا إن واحدة بقى من النوع ده شديدة بقى كده ومستعفية فحصرت خلاقة ومشكلة بينها وبينجوزها راحت مسكة العصية وجاري أوراه هو كان ما شاء الله راجل رياضي وكان محضة نفسه لليوم ده تماما لهم فيه زواني انبطح تحت السرير فوقفه له بقى ما شاء الله زي فوقفه له بقى قدام السرير كده هيتلو إيه لو راجل اطلع لبرا فلا ما نشطالع وهنشوف كلمة مين اللي هتمشي طبعا يا عميه كلمته هو اللي هتمشي لأنه مش يقدر يطلع من تحت السرير فشاهد في الموضوع إن أول نوع من النوع الكذب المباح الكذب على الزوجة في الأمور العطفية النوع الثاني الكذب للإصلاح بين المتخاصمين قال صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب بالذي يصلح بين اثنين فينمي خيرا أو ينمي خيرا ويكون خيرا خدت قالك فلان متخاصم مع فلان فأنت بتروح لفلان ده أنت زعل من فلان ده فلان بيحبك يا عميه ما شاء الله وما بيجيبش ستجير بكل خير ده وحتى كان عايز يجي معي دلقة عشان يصالحك بس خايف لحسن تصده معقول آه صدقني وتروح للتالي تقول لها بس الكلام أصلحت بين اثنين متخاصمين بالكذب قارك الحلال بل يستحب كمان النوع الثالث الكذب في الحرب بمعنى أنت بتحارب دولة كافرة واتأثرت عند الكفار بيقول لك مخازن الإسلاحة بتاع بلدك فين فأنت تقول آه ده يا ربنا أمرني أن أنا أكون صادق وأن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة يبقى لازم أكون صادق معهم وخلص على بلدي لا هنا الشارع أباحلك أن أنت تكذب عليه ليه؟ حفاظا على بلدك وحفاظا على أهل دينك يبقى دي ثلاث مباحات طيب وهم بقى الراهب والموضوع والغلام ده كانوا فين كانوا في دار حرب كانوا في دار كفر فأبيح له الكذب فكان الغلام حلت المشكلة بقى فإيه مرنا مرات الغلام حب يعرف هو الراهب ده أحب إلى الله من الساحر ولا الساحر أحب إلى الله من الراهب إيه اللي حصل؟ كانت فيهم فجأة كبيرة جدا إيه اللي حصل في يوم الأيام الغلام خارج من بيته ورايح عشان يوصل لحد الساحر وطبعا هي عبد على الراهب ففجأة لأدابة كبيرة وقفة في الطريق ومنع الناس يروحوا أشغالهم وحيطهم فمتعطرين وورد في رواية التبراني في الكبير إن الدابة دي كانت أسد خب بالك الغلام عندكم سنة حوالي تسع سنين واللي قدامه إيه أسد فعموما يعني عشان أنا شاف لوقتي خلاص خلص فهنعرف في الحلقة اللي جاية إيه اللي حصل مع الأسد لكن عبال ما نعرف بكرة إيه اللي حصل مع الأسد عايزك من الليلة دي تخليك أسد أسد في طاعة ربنا أسد في الدعوة أسد في طلب العلم أسد في عبادة ربنا سبحانه وتعالى أسد في الصيام في القيام في كل ما يقاربك من الله عز وجل أيها السابق سلام الله عليك ورحمةه وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر